اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة اشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل اليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين مشيرا بالدور الذي تقوم به جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة ممثلة في الجيش الباكستاني في حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الامور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة على كافة الصعود وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري ترجمة نانسي قنقر